بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة كلية الهندسة جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية المستوى العشر معاكم دكتور محمود حسين لاستكمال كورس فاونديشنز انجينيرينج وان اللي خاص بالمستوى العشر في قسم الهندسة المدنية ان شاء الله النهاردة هنتكلم على شابتر فايف وده آخر شابتر في الشالو فاونديشنز وهنتكلم فيها عن الرافت فاونديشنز طبعا الرافت فاونديشنز احنا اخدناها في اساسات ايه واحد هنراجع بس بسرعة احنا بنفكر امتى نعمل الرافت فاونديشنز فبنقول ان المات او الرافت فاونديشن يعني ايه يعني انا عندي بعض الاعمدة في صفوف بالشكل ده لو احنا عملنا قاعدة بتضم الاعمدة دي كلها فده بنسميها مات او رافت فاونديشنز انت بنستخدمها يعني الطربة اللي تحت الاساسات بتاعتي هنا هو الطربة ضايفة وبنقول المات بتاعتي بتستخدم دايما برضك لو انا عندي الطربة اللي تحت الاساس حساسة جدا لهبوط المتفاوت او كمان نقطة تانية بنستخدم الرافت فاونديشنز في حالة ان الاساسات بتاعتي بتغطي من خمسين لستين في المية من المساحة الكلية للمبنى يعني انا عندي المبنى بتاعي اهوت وعندي هنا عبارة عن اعمدة حطيت هنا الاساسات بقى ان كانت بقى استراب ان كانت كومبايند ايا ان كانت يعني فلقيت ان مساحة الاساسات ديت بتغطي من خمسين لستين في المية من المساحة الكلية لا احنا بنرايح دماغنا وبنعملها كلها بالشكل ده طبعا لو حصل تداخل في الاساسات بتاعت الاساسات المنفصلة ليه? عشان الاعمدة متقربة جدا او حصل عليها فبنعمل برضك وزي ما اتفقنا ان الاساس عندي ان يبقى فيه مع يعني فيه احمال كبيرة جدا مع ان التربة اللي هنا ضعيفة طبعا فيه بعض انواع الترب زي والترب اللي فيها مسلا صرف او حاجة زي كده يفضل ان احنا نعمل في التربة ديت اخر حاجة او اخر ميزة في ان احنا بنستخدمها امتى لو انا عندي منسوب المياه الارضية الاساس بتاعي اسفل منه او بيسويه يعني بنقول يعني موجودة هنا او فبنتجي نعمل بس نخلي بالنا ان احنا نعمل بتاعه طبعا الاساس زي ما احنا اتفقنا ان هي بتاخد شكل المبنى بتاعي كله وبعد ما بخلص الحديد بتاعها بحط الحديد بتاع اشاير الاعمدة وبابتدي اصبها بتبقى كلها بلاطة واحدة او قاعدة واحدة وطالع منها الاعمدة بتاعتي ان شاء الله في الحلقات القادمة هنبتدي نتكلم على انواع الرفت والطرق التصميم بتاعتها شكرا